السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة ومعاكو تامر إن شاء الله في درس النهاردة هنتكلم عن كيفية عمل صدى الصوت في الفيديو طبعا إحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن كيفية عمل صدى للصوت من خلال التسجيل الصوتي إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كيفية عمل صدى الصوت للفيديو وأول حاجة خلينا نبدأ نخش على البرنامج كين مستر وهنختار مشروع جديد ونختار الأبعاد الجديدة 16 على 9 وأول حاجة هنعملها إن إحنا هنختار خلفية ونضغط على الوسائط ولتكن الخلفية دي وين بتدي نسحب طبعا إحنا بنسحب الصورة دي لغاية آخر مقطع الفيديو أو المدة الزمنية بتاعت الفيديو اللي إحنا مسجلينه على حسب المدة اللي إنت عملها 5 دقايق 10 دقايق دقيقة على حسب ما إنت مسجل الفيديو بتاعك هتمد الصورة دي للآخر تمام؟ ونجي كده لأول الصورة طبعا هي هنا الأبعاد مش مصبوطة فبنضغط على الجزئية دي وبعدين نضغط هنا مرتين على الصورة ونكبر أبعادها تمام؟ ونضغط على اليساوي فالصورة بتاعتنا بتثبت بتبقى بالطريقة دي كده بالضبط كل اللي علينا دلوقتي إن إحنا هنضيف الفيديو بتاعنا فبنضغط على طبقة ونقول له الوسائط ونختار الفيديو بتاعنا تمام؟ والفيديو بتاعنا ممكن نحركه في أي مكان طبعا فيه كرومة علشان خاطر إن إحنا ممكن نعزل الخلفية فممكن نحط الصورة هنا كده في الفيديو في المنطقة دي كده بالضبط تمام؟ ونضغط على نروح على مفتاح الصفاء زي ما إحنا وقفين هنا يعني إحنا مجرد إن إحنا لو عملنا كده ضغطنا في أي حتة وضغطنا على الفيديو من أسفل فبتحول للإطار الأصفر ده والفيديو بتحرك معنا كده كل اللي علينا إن إحنا هننزل على الخيار اللي اسمه مفتاح الصفاء وبعدين بنقول له تمكين وبنزبط الوضوح شوية من المفتاح ده كده ومن المفتاح اللي أسفل تمام؟ تمام ونشغل الفيديو بتاعنا ونتأكد إن هو شغال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمام كده الفيديو شغال فدلوقتي إحنا كل اللي علينا إن إحنا عايزين نعمل تردد في الصوت بتاع الفيديو زي المرة اللي فاتت بالضبط هنضغط على الفيديو من أسفل ونضغط على الثلاث نقاط ونقول له تكرار اللي هي تحت خالص فبيظهر معانا فيديو كمان ونضغط على الفيديو الأخير ونضغط على الثلاث نقاط ونقول له تكرار ونضغط على الفيديو اللي بعده وبعد كده الثلاث نقاط ونقول له تكرار تمام؟ في ملحوظة مهمة جدا قبل ما نعمل موضوع التردد لو إحنا أخرنا الصوت بتاع الفيديو هيبتدي شكل المتكلم الصوت متأخر عن الصورة فعشان نتفادل الخطأ ده بنضغط على آخر طبقة من أسفل فبيظهر معانا المربع بتاعها ونبتدي نسحابها لغاية ما تختفي وبعدين نخش على الطبقة اللي بعدها ويظهر المربع بتاعها كده ونسحابها لغاية ما تختفي تمام؟ وبعدين الطبقة وبعدين ندخل على الطبقة اللي بعدها ونسحابها حتى تختفي تمام؟ ونتأكد إن الطبقة الأولى اللي هي رقم واحد هنا دي تحت الصورة مباشرة هي اللي موجودة قدام دي وما فيش أي طبقات تانية بحيث إن ده أول الصوت اللي هيظهر الصوت الأساسي بتاع التردد تمام؟ لو إحنا ما عملناش الخطوة دي وسبنا آخر طبقة موجودة أسفل هنا اللي هي دي هنلاقي الصوت متأخر فيها الصوت متأخر عن الصورة فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا فإحنا بنتأكد إن الطبقة رقم واحد هي اللي قدامنا بالزبط كده والباقي إحنا خفناه وما فيش أي مشاكل خالص دلوقتي إحنا هنعمل نفس الكلام اللي عملناه في الصوت هنبترى نضغط على الفيديو رقم 2 ونسحبه للخلف كام ثانية كده تمام؟ وبعدين الفيديو اللي وراه ونسحبه للخلف سواني بسيطة والفيديو اللي بعده نسحبه للخلف فأصبح إن الفيديوهات كلها بقت وراه بعض بالتدريج نحاول نخلي المسافة قليلة جدا علشان التردد ما بقاش زايد عن حده ونجرب ونشوف الصوت ونسحبه لله إلى الشيطان الرجيم بعد ما زبطنا المسافات ما بين كل فيديو والتدريج بنيجي على الفيديو الأولاني الطبقة الأولى ونروح على السبيكر ونعلي الصوت فيها ونيجي على الطبقة اللي بعدها ونعلي الصوت برضو فيها ونضغط على السبيكر ونعليه شوية زغرين وطبقة اللي بعدها ونعلي الصوت فيها شوية والطبقة الأخيرة نقلل فيها الصوت شوية طبقة الأخيرة نقلل فيها الصوت شوية وتعالوا نجرب الصوت ونشوف أخبار وإيه وبكده يكون عملنا التردد أو صدق الصوت في الفيديو بكل سهولة وأتمنى يكون الحلقة عجبتكم وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك السلام